السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأول مرة المغرب يسعى لدخول سوق الغاز المسال في رمضان المقبل كشفت وزيرة الطاقة ليلى بن علي اليوم الاثنين أن المغرب يعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة وذكرت الوزير بن علي في مؤتمر الطاقة أن رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادون سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية وأضافت أنه سيتم استخدام البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا هذا ويستضيف المغرب الاثنين الدورة الخامس عشر لمؤتمر الطاقة بمشاركة دول منطقة الشرق العوسط وشمال إفريقيا وسيركز مؤتمر الطاقة الخامس عشر على انتقال الطاقة في وقت تعزز فيه دول منطقة ميناء أنشطتها في الطاقات المتجددة ترجمة نانسي قنقر